أنا هنا ببصد لها في بالي وأظن هحتاج تفاصيل أكتر علشان أباله واربا أول حاجة اللي أنا أظنه وصححني إنه أنا غلطان أنه النهاردة بس ده معروف النهاردة الطبيب المصري مطلوب طول الوقت في أوروبا وبكسافة حقيقي وده بشكل رسمي يعني اللي هيخش على الويب سايت بتاع سفارة إنجلترا أو الحكومة الإنجليزية أو الألمانية بالتحديد هيشوف اللستة بتاعت الدكاترة طلبين من أول ناس المصريين ده كده أول صباح الفل طب أقول لك حاجة كمان في الحتة دي بالمناسبة ده في بعض الاختبارات اتلغت للمصريين عشان صحيح ده صحيح عارف أنت زي كده قولك ليه سابقة أعمال في الصالحات الحكومية قولك ده ليه سابقة أعمال يبقى مصدر ثقة مصريين خلاص أثبتوا ثقة فبقى ليهم بعض الاختبارات بتتشال أصلا بكالريوس طب جمهورية مصر العربية أهلا وسهلا أنت مش هتمر بالاختبارات هتاخد فيه مثلا سيء أربعة أو خمسة اختبارات أنت اتنين بس من الخمس فيه ثلاثة مش عايزك تتعديهم أنا عارف أن أنت قريدي معديهم في الكلية ده معناه أنه أنا لما باجي بعمل هذه المنظومة أنا هبدأ مش بقى هقول أن أنا بقلل من الولاد اللي عاوز يسافر يعمل مجستر ودكتوره ويشتغل هو حر لكن اللي هيجي يقول أنا مش لاقي فرصتي فمضطر أسافر فبيقول له لأ فرصتك عندي وبفلوس حلوة وقد كان وهحكي لك موقف حصل لو أنا فكر صح الشهر اللي فات أو في يناير يا فبراير يناير حد من الأطباء الشباب وإحنا بنلف في المحافظات قال لي دكتور محمد أنا كنت خلاص برتب سفري ولكن كان شغال قريدي معنا في منظومة التنمية الصح الشامل في هيئة رعاية صحية وكان هيسافر وخلاص فإحنا حكيت لك قبل كده أن إحنا بنجيب تدريبات وحاجات خارجية وبنخلي ناس نلتحك ببعض المؤتمرات العالمية فجاله تدريب أو منحة ترشح من المستشفى وجاله تدريب فهو ما كانش بسد أن التدريب ده فور فري يعني كان فاكر أنه هو يعني هيدفع فيه أو حاجة أو كده فلقى التدريب فقال لأ ده بجد المنظومة فعلا بتهدف أن هي تخدمني فأكمل جميل ولغى فجرة الصفر وزي ما أنت قلت ده موقف حصل بجد وأنا بمر دكتور شاب جيه وقال لي وهو أكيد لو سمعنا دلوقتي هيبقى عارف وقال لي كده قال لي أنا هكمل في مصر لأن أنا بجد لقيت فيه حاجة جديدة بتحصل حلو قوي طيب هنا بقى هروح على الناحية التانية لما بتكلم على سياحة علاجية زي اللي هي في بالي فأنا هحط التصورات اللي أنا بسمع عنها واللي معه ده أراها فأنا هلاقي أنه أنا عندي في تركيا وفي أوروبا الشرقية دول المنطقة دي تحديدا دول من أقطاب ما يطلق عليه سياحة التجميل يعوش ده شقه هو سكتور والسياحة العلاجية بشكل عام فلاقي ميسيز ماجواير اللي جاية من اسكتلندا طلع على أوروبا الشرقية أو التركية عشان مش عارف عايز تعمل إيه في سنانها ميسيز مش عارف إيه جاية من ألمانيا علشان رايحة على بلد فين علشان عايزة تزبط حاجات أكتر وهكذا فلان الفلاني يعاني مش عارف من أزمة إيه في الكبد فهيجيلي فانا أقول له تعالى أزبط لك القصة هو ده اللي احنا هنعمله هو ده اللي احنا هنعمله وهنعمله وهنعمله أكثر توسعا بمعنى أنا مش بس زي ما قلت لك من شوية أنا درست الحاجات السجمينت أو الشريحة اللي هي أوريدي ملهمش هناك تأمين صحي على العمليات دي طب عملنا إيه تاني احنا بنحرق بقى كل الأسرار احنا كل الأسرار الصغرار اللي موجودة في نظم التأمين الصحي اللي موجودة في الدنيا وروح هذا جاي سحب الصغرار دي وأغطيها عنه ايه الصغرار التانية يعني دي طبعا الإكسرسايز اللي احنا بنعمله يا حبيب احنا عملنا إكسرسايز طلعنا الويت انجليست أو قوائم الانتظار في العمليات الجراحية اللي هي أوريدي كوفرد هناك ايه فلاقينا بعض العمليات عندهم الويت انجليست أو قوائم الانتظار بالثلاث أو أوربع شهور فبدأنا هندرس احنا عندنا لو قدرنا نقدم بتكلفة أقل من هناك هو كده كده كوفرد بس قدامه أربع شهور ونبدأ نشتغل على القصة دي ان انت قدامك أربع شهور انت قدامك خمس شهور ومحتاج عملية آه صمام في القلب ممكن ما يبقاش فيري أرجنت بس انت محتاج تغيره طب احنا هنعمل لك تكلفة هتيجي تتفسح وتشوف المناظر الطبيعية في مصر وتقعد فيه جناح فندقي جوه مستشفى مش هتحس ان انت في مستشفى وهيعمل لك ستوف ستوف كبير هيعمل لك العملية دي منهم العمليات المشهورة في القلب دلوقتي اللي هي التافي اللي هو بنغير الصمام عن طريق الأسطرة الصمام الأورتي دي كانت عملية كبيرة جدا فيها شق العظمة بتاعة الصدر عظمة القص القص ربع عليك انا عارف ان انت عندك خبرة في القصة فان انت توصل لحاجة زي كده فده اكسرسايز وتعامل واحنا شغالين عليه ان احنا مش بس ابقى الحاجات الاوتوف كفردج من عندهم لا ده انا كمان هخش جوه الكفرد بس اللي عندهم فيه وتنجليست كتير او عندهم العمليات ما بتتعملش بالكفاءة ونشتغل مثلا نشوف من من الويب سايتس او من الحاجات اللي بتحصل عندهم فيها مشاكل نسب النجاح موسيقى موسيقى